تعال اما احكي لك قصة لو فهمتها هتفهم اللعبة كلها انا شخص طبيعي وبتغزة كويس والحمد لله ما عنديش انيميا الهموجلوبين بتاعي طبيعي والام سي في متوسط حجم الخلايا الدم الحمرة بتاعي طبيعي كلهم من 80 ل 100 فمتوليتر والامور زي الفل حتى الار دي دابليو طبيعي مدى التفاوت والتراوح في احجامهم بسيط خالص جيت انا لسبب ما وجالي انيميا نقص حديد هيبدأ نخاع العظم ينزل خلايا دم حمرة صغيرة في الحجل ويبقى كده الدم بتاعي في نوعين من الخلايا خلايا حجمها طبيعي اللي هي القديمة اللي وانا كنت سليم والخلايا المتصنعة اللي نزلة جديد حجمها صغير اللي جات لي بسبب انيميا نقص الحديد فهاجة بص ألاقي الام سي في يبدأ يقل ولا الار دي دابليو عالي في تفاوت في أحجام الخلايا ما بين الخلايا القديمة الكويسة وما بين الخلايا الجديدة الصغيرة سهلة كده سهلة كده انا ما تعالكتش ويعد الوقت الخلايا القديمة اللي كان حجمها طبيعي عمره عنتهى انت عارف ان الخلايا عمرها 120 يوم عمره عنتهى وبالتالي كل اللي موجود دلوقتي هو الانتاج الجديد اللي حجمه الصغير لغاية ما وصل ان كل الخلايا الموجودة عندي حجمها صغير وهنا هلاقي الام سي في قليل والار دي دابليو ايه طبيعي التفاوت في الأحجام ما بينهم بسيط خالص لان كلهم صغيرين جيت انا بقى وقلت لأ انا لازم ااخد دواء واتعالج الدكتور الداني ده بدأ نخاع العظم ينتج خلايا دم حجمها طبيعي تاني اللي هو من ثمانين لمية وبقى عندي في الدم بتاعي نوعين تانين النوع القديم الصغير التعبان والنوع الجديد الكويس اللي حجمه طبيعي هنا بقى يا صديقي هتلاقي الام سي في بدأ يرتفع وهتلاقي الار دي دابليو بقى عالي لان في حجمين وفي نوعين من الخلايا متفوتين في الحجم لغاية ما الخلايا القديمة الصغيرة تنتهي عمرها وكل الجيل الجديد اللي تم انتاجه من نخاع العظم حجمه كويس هيرجع الام سي في يزبط تاني وهيرجع الار دي دابليو للطبيعي عرفنا مع بعض مراحل انيميا زي انيميا نقص الحديد عن طريق الار دي دابليو يلا بينا ازاي استفيد من الار دي دابليو في التشخيص من البداية كده دي مجرد ترجيحات يعني لازم الطبيب يتحرى باختبارات وفحوصات تانية واللي دارس هيمتولجي وانيميات كويس هيقدر يستخلص منها اقصى فايدة اولا تعالوا نتفق ان في عندنا انيميا يعني الهيموجلوبين قليل اش طاوي هنراجع الاهتمالات التمانية دول بالتفصيل احتمال الاول ان انا نلاقي الار دي دابليو عالية والام سي في قليلة يعني متوسط حجم الخلايا صغير اذا في ميكرو سيتوسيز وبرضه في اختلاف ملحوظ في حجم الخلايا في انايزو سيتوسيز وده هشوفه في احد مراحل انيميا نقص الحديد هلاقي الخلايا ميكرو سيتك وفي خلايا قديمة كان انتاجها مصبوط في حجمها طبيعي او نفس الكلام مع حالة بتتعالج بالحديد فعندي خلايا صغيرة قديمة وخلايا جديدة مصبوطة عندي تو بيبيوليشن تاني حاجة في انيميا البحر المتوسط هلاقي فرق في احجام الخلايا تالت حاجة لو في عندي انيميا شديدة سببها مرض مزمن او لو في عندي قطع متقصرة من خلايا الدم الحمراء او لو عندي هيموجلوبين اتش او حد عنده انيميا الفول الاحتمال التاني عند الار دي دابليو طبيعي اما الام سي بي قليل يعني متوسط حجم الخلايا صغير اذا في ميكرو سيتوسيز لكن تفاوت حجم الخلايا طبيعي هنلاقيها مع الهيريديترس فيرو سيتوسيز دي انيميا ورصية فيها شكل الخلايا بيكون كاراوي وبتكون مايكرو سيتك او شخص حامل لانيميا البحر المتوسط او لو في انيميا سيرها مرض مزمن او في انيميا نقص الحديد اللي بقالها فترة طويلة الاحتمال التالت الار دي دابليو عالي والام سي بي طبيعي يعني متوسط حجم الخلايا طبيعي اذا هي نورموسيتك نورموسايتوسيز وبرضه في اختلاف ملحوظ في حجم الخلايا في انايزوسايتوسيز هنلاقيها مع بدايات مراحل انيميا نقص الحديد هلاقي الخلايا لسه نورموسيتك وفي خلايا جديدة مش مزبوطة في الحجم في عند التو بيبيوليشن وبرضه في بدايات مراحل انيميا نقص فيتامين بي او حمد الفوليك هلاقي الخلايا لسه نورموسيتك وفي خلايا جديدة مش مزبوطة في عند التو بيبيوليشن وممكن نشوفها في انيميا الخلايا المنجلية هلاقي فرق في احجام الخلايا الاحتمال الرابع ار دي دابليو طبيعي ام سي في طبيعي يعني متوسط حجم الخلايا طبيعي اذا هي نورموسيتك في نورموسايتوسيز وبرضه تفاوت حجم الخلايا طبيعي ودي بنشوفها لو شخص طبيعي اصلا حجم الخلايا طبيعي والتفاوت طبيعي ده شخص سليم او في المشاكل بقى في واحد عنده مشكلة بتصيب نخيع العظم عنده ما يلو بسبريجيا والخلايا مش بتتحول من الصورة الغير ناضجة الاماتيور الى الناضجة الماتيور اللي بتنزل الدم او حصل له نزيف ما او لو عنده انيميا سببها مرض مزمن او لو فيه تكسير في الدم هيمولوسيز او لو عنده حاجة اسمها كرونيك لينفوسيتك لوكيميا سي ال ال سرطان دم لينفاوي مزمن او سرطان دم نخاعي مزمن كرونيك مايلايد لكيميا سي ام ال او لو عنده خلل او اعتلال في الهيموجلوبينات هيموجلوبينو باسي الاحتمال الخامس يا صديقي الاردي دابليو عالي والام سي في عالي يعني متوسط حجم الخلايا كبير اذا فيه ماكروسايتوسيز وبرضو فيه اختلاف مرحوص في حجم الخلايا انايزوسايتوسيز وده هنشوفها فيه انيميا نقص فيتامين بي او حمض الفوليك هلاء الخلايا حجمها كبير او في الانيميات التكسيرية المناعية وفي حالات تلزن الدم ببرودة ومع الناس اللي مدمنين هباب على عينهم كحليات الاحتمال السادس يا صديقي ان الاردي دابليو طبيعي اما الام سي في عالي يعني متوسط حجم الخلايا كبير اذا فيه ماكروسايتوسيز اما التفاوت في حجم الخلايا طبيعي وده بلاقيه في انيميا فشل النخاع الابلاستيك انيميا وفي حالات ادمان الكحليات ومع امراض الكبد وبدايات سرطانات الدم وبرضو مع المييلو ديسبليجيا اللي اتكلمت عليها من شوية اخر احتمال يا صديقي وده هيقابلك برضو ان الاردي دابليو قليلة قلنا قبل كده انه يستحيل المصنع يطلع نفس الحجم يستحيل فواقعيا صعب نجده الا لو انخفاض بسيط وبرضو ما تشغلش بالك بي لكن حسبيا ممكن مع بعض حالات انيميا فشل النخاع وحالات انيميا البحر الابيض وبنعتبرها طبيعي اما الاحتمال الثامن والاخير ان انت تضغط لايك وتشير للفيديو دا عندك وتستنى الحلقة اللي جاية اشتركوا في القناة